الواقع المظلم للدبلوماسية اليمنية الذي خلفه انقلاب الحادي والعشرين من سبتمبر أدى إلى أزمة انقطاع العلاقات الخارجية لليمن الأزمة التي ألقت بظلالها على هذا السلك الخصب بشقيه الدبلوماسي الرسمي والدبلوماسي المساند من الممثلين الفاعلين في المجتمع المدني خارج اليمن تمكنت الفعاليات المدنية اليمنية خارج اليمن من عمل حراك جيد نقل للرأي العام الدولي جزءا مما يجري في اليمن وطبيعة الصراع منذ الانقلاب على العملية السياسية التي كانت برعاية دولية أسهمت تلك الفعاليات النوعية في تثبيت المواقف الدولية المؤازرة لمشروع استعادة الدولة في اليمن وفق المرجعيات الأساسية وساهمت في لفت أنظار المجتمع الدولي تجاه المأساة اليمنية بكل أبعادها خصوصا البعد المدني والإنساني على الرغم من نشاطها الطوعي في إيصال رسائل اليمنيين الذين يتمسكون بالمرجعيات المعتمدة دوليا والتي تشكل مرجعيات أساسية للسلام لا تبدل جهات الرسمية اهتماما بتلك الفعاليات والشخصيات والهيئات يرى متابعون أن إجهاد وإجهاد العمل المدني المساند للدبلوماسية لصالح المحسوبية الحكومية يعثر من خطى تلك الجهود وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالفعاليات التي يراها البعض عبورا لأشخاصهم لا عبورا للقضية الوجه الحقيقي للحالة المدنية في اليمن يتمثل بتلك الفعاليات التي تشكل حلقة وصل بينما يدور في اليمن وما يصل للرأي العام الدولي عن حقوق الإنسان في حالتي الحرب والسلم الخلل المؤسسي وغياب الأولويات الديمقراطية في الحكم أضعف الدور المدني والمؤسسات المدنية خصوصا تلك العاملة في المجال الدولي في كل من أوروبا وأمريكا على وجه التحديد